كل يوم وانا بتكلم اهو واناشد على الهوى لو سمحتوا بعد اذن حضراتكم صوروا لنا اليوم كل القرى اللي انتوا بتشغلوا فيها على الحالة اللي هي عليها النهاردة لو سمحتوا انا باطلب ده طلب طلب اهو صور لي القرية اللي حتنازل فيها النهاردة صور لي الطرق بتاعتها صور لي الترع بتاعتها المستشفيات او الوحدات الصحية فيها او مفهاش لو فيها مدرسة اخبارها ايه لو فيها مفهاش طبع مفهاش اصلا محطات مية فيها كهرباء او مفهاش لو سمحتوا وثقوا ما يتم الان انا حتى بطلب ده لو اتعامل على صفحتي ما عنديش مشكلة يعني كنت بانتش حتى يعني كل الجهات المعنية اللي هي نازل تشتغل ولكن طالما نزلتوا صفحة ما عنديش مشكلة تبعتلنا واحنا نوثق ده يبقى موجود معانا ولكن لنا بطلبوا وثقوا لنا القرى قبل بدء العمل فيها القرية على حالتها النهاردة عشان الصورة دي والفيديو ده يوم ما يخلص يوم ما تخلص ان شاء الله في ديسمبر الجاي ويدينا وديكم جميعا الصحة والستر والعافية يا رب يا رب يا رب وبلدنا يحفظها يا رب شعبين يحفظوا يا رب ورئيسنا يحفظوا يا رب فان شاء الله ديسمبر يبقى عندنا اهو احنا كنا هنا ما احنا عارفين حال القرآن بس في ناس مش عارفة فانا هوريك قرية دي كانت كذا لما دخلناها كان شكلها ده وريني الترع بحالتها النهاردة وهي مليانة يعني مش عايزة اقول وهيتعمل لها شكلها يبقى ايه شوف ده وشوف ده عشان تعرف مش دايما بنقول كنا فين وبقينا فين مش بنعمل كده بنقسم الشاشة احيانا ناربعة او خمسة او ستة او اتنين ونقول كنا واصبحنا عايزين يبقى ده معانا عايزين يبقى ده معانا عشان ده للتاريخ والله بكلمكم بجد للتاريخ اللي بتعمل ده غير مسبوق لانه ما حصلش والموضوع مش محتاج ان نتكلم عن رئيس لا لا خالص والله خالص انا بتكلم لان انا عارف باحساس الناس في ناس ما عندها مش هتحس بالله انا حاسس به اهمية المشروع ده للقرى اهمية المشروع ده للناس فاتمنى ان احنا نوسق عشان عملنا دخلنا كان عندنا محطات كهرباء طيب محطات مية طيب الصرف كان موجود كانش موجود الطرق كل كل اللي حصل كل اللي موجود على حاله دلوقتي عشان يبقى معايا بعد ما احنا غيرنا وروحنا بقى التغيير الرئيس النهاردة كان بيتكلم على التغيير الكامل نحنا بنغير بما يستحقه الشعب يستحقه مين الشعب لهو لأ اشتركوا في القناة